موسيقى حكمت المحكمة وأبطل المجلس من ربح ومن خسر ولماذا اعتبر البعض أن حكم المحكمة رسالة للحكومة والقوى السياسية مفادها أن التساهل في التعامل مع مفهوم الضرورة لم يعد مقبولا يقول ضيفنا أن هناك أطراف من خارج البرلمان تمنت عدم استمرار المجلس المبطل الثاني ودفعت بكل ثقلها لإفشاله عن طريق الموالين لهم داخل المجلس فمن هم الموالين؟ إذا كان الحال في وزارة الداخلية كما قال ضيفنا ذات مرة أن هناك انفلاتا أمنيا والأوضاع في وزارة الداخلية تنحدر من سيء إلى أسوأ فلماذا إذا نوافق على إحالة استجواب وزير الداخلية إلى اللجنة التشريعية يتساءل البعض أنه وعلى الرغم من علاقة الود بين المجلس المبطل الثاني والحكومة إلا أن قضية البدون لم تجد لها نصيبا من الحل فما هو السبب الحقيقي يا ترى؟ يقول بعض أن قانون الجمعيات التعاونية جاء بنفس طائفي مستهدفا الإسلاميين ويسعى لتدمير الحركة التعاونية لمصلحة بعض التجار فما هو تعليق؟ عرّاب إقرار هذا القانون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اليوم نحتاج شيء أساسي إن قدرنا نحققه حققنا باجي أمورنا ما قدرنا نحققه ولا شيء راح يتحقق والفترة السابقة خير دليل اليوم إذا ما قدرنا نحقق الاستغرار السياسي ففعل البلد السلام اليوم أهم شيء اللي لازم نحققه الاستغرار السياسي متى ما كان عندنا استغرار سياسي الأمور الاقتصادية تمشي الأمور التنموية تمشي احنا خلال الفترة السابقة تأخرنا لأنه ما عندنا استغرار سياسي بس لازم يكون واضح حق الكلب مو معنات الاستغرار السياسي أنه راح يكون يعدين بالمجلس ما نأدي دورنا لا من الشغلات الأساسية اللي لازم تكون موجودة في المجلس وفي السلطة التشريعية لازم تكون هناك معارضة لازم تكون في السلطة التشريعية ما تمشي إلا في وجود معارضة احنا المعارضة السابقة نختلف معاهم ما نعتبرهم معارضة لأنه بالحقيقة ما كانوا معارضة كانت عندهم أجندات وأمور قادمة شونها احنا المعارضة الرشيدة احنا المعارضة اللي راح تدفع السلطة التنفيذية أداء دورها وانها تحط القطار على السكة مساك الله بالخير ومشاهد الكرام أحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المنصة مع ضيفي لهذه الحلقة عضو المجلس المبطل السيد هاني شمس مساك الله بالخير أبو حسين مساك الله بالخير أبو عزيز وحياك الله سعداء نلتقي معاك لأول مرة عبر شاشة قناة الكوت وفي برنامج المنصة يعني نحن نتشرف أن نكون معه إعلامي متميز متألق مثلك الله يسمى وفي بداية انطلاقة هذا البرنامج لانتخابات 2013 نتشرف فيك يا أبو حسين إن شاء الله ويكون إن شاء الله خير علىنا وعليك أيضا يكون إن شاء الله وبداية تكون بداية إن شاء الله موفقة وخيرة على الجميع دعني أبدأ معاك أبو حسين من الحدث الأبرز والأهم أبطال البرلمان برلمان ديسمبر 2012 هل كان الحكم مفاجئ بالنسبة لكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم بشي نمسي على أخواننا المشاهدين في هذه الليلة نتمنى إن شاء الله أننا نقدر نضيف إضافة في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج وأننا نقدر نسلط الضوء على بعض الأمور المهمة التي صارت أو شنو متوقع خلال الفترة القادمة أو للشغلات التي عملناها في هذا المجلس وفي فترة عضويتنا التي أبطلت قبل يومين تقريبا في حكم قد يكون الاحتمالات كنا نقول دائما الاحتمالات كلها واردة كل شيء وارد أنت مدام في عندك أمور قانونية اجتهادات قانونية كل الاحتمالات واردة وكل الأمور ممكن أنها تصير لأن دائما أغلب الأمور معدل الأمور اللي فيها الناس والأمور تكون واضحة هي اللي تكون محسومة لكن في أمور تكون هناك فيها اجتهادات و قد يكون رأي يغلب رأي احنا بالنسبة حق توقعاتنا لحكم المحكمة الدستورية في الفترة السابقة والحكم الأخير هذا في 16-6 ما يهم الفراغ هذا يهم مبني على حكم أحكام سابقة وأمور موجودة في السابق والمحكمة الدستورية حكمت فيها بناء على مراسيم ضرورة صدرت في فترات سابقة إن كان قبل فترة الغزو أو بعد فترة التحرير هناك حكمين كنا نبني عليهم أساس الحكم المفروض اللي كان يسير نحن عليهم توقعكم للحكم نعم يعني في مثلا الحكم اللي في 82 صدرت 28-6-82 تقريبا قبل 31 سنة هذا الحكم بالنسبة حق المراسيم يقول فيه أما في حالة الضرورة الموجبة للتشريع التشريع الاستثنائي فهي شرط سياسي لا قانون كان مادة 71 كانت تشترط المحكمة الدستورية كانت تشوف إن هذا الشرط سياسي وأيضا فيه الحكم بعد التحرير كانت تقول شرط أو عمل برلماني كانت تسميه عمل برلماني المحكمة الدستورية طيب وهي بذلك تدخل في نطاق العمل السياسي الذي ينفرد رئيس الدولة بتقديره وإذا كانت الرقابة على العمل السياسي متروكة أصلا للسلطة التشريعية دون القضايا من الأحوال العادية إلا أن القانون المطعون فيه في ذلك الفترة اللي كان تغيير الدوائر وعدد الأصوات وقد عرض على مجلس الأمة فأقره فإنما يكون قد أقر أيضا حالة الضرورة المبررة لإصداره إحنا هذه الحالة الموجودين فيها الحين حالة شبيهة بالحالة السابقة في ذيش الفترة واللي كان فيها طعن وصدر بحق حكم في ذيش الفترة الحالة تقصد الوضع السياسي يتشابه مع السابق لكن الحكم اختلف الحكم اختلف لكن الحالة السياسية اللي كانت موجودة في ذيش الفترة كانت نفس الحالة وقد تكون ذيش كانت أكبر وأشمل ذيش تعديل دوائر تعديل عدد أصوات من عشر دوائر إلى خمس أصوات إلى خمسة وعشرين دائرة بصوتين في اليوم اللي تغير تغير نظام التصويت بس الدوائر ما تغيرت وبالتالي فكنا نبني أن هذا رح يكون من الحمل البرلماني ما يتم حل البرلمان ولا يحل البرلمان بس فقط يحسن الصوت يحسن الصوت الثاني وأيضا كان فيه المرسوم الثاني اللي هو اللجنة العليا للانتخابات اللي هذا اللي بسببه أبطلت الانتخابات أن هذه اللجنة بسببه أبطلت الانتخابات لأن المحكمة دخلت في قضية تفسير قضية الضرورة والوضع اختلف تعاطي عشان استوضح الجزئية هذه تعاطي المحكمة مع الوضع السياسي الجديد أو مع الحكم الجديد أو مع تقديرها للضرورة اختلف من الواحد وثمانين مع الـ 2012 اختلف 180 درجة في ذاك التاريخ وفي ذيك الأحكام الحكمين اللي قبل التحرير اللي قبل الغزو وبعد التحرير كان أن المحكمة السلطة القضايا أو المحكمة الدستورية ما تدخل في موضوع الضرورة وتحديد أن هذا المرسوم ضروري أو مضروري لكن اليوم لا المحكمة دخلت في تفسير القانونين المطعمون فيهم دخلت في قضية تفسيرهم أن هذا ضرورة أو مضرورة وأقرت الضرورة بالنسبة للقانون تعديل التصويت من أربع أصوات إلى صوت واحد لكن في موضوع اللجنة شافت أنه مضرورة وأقامتها وإنشاء هذه اللجنة باطل وكل ما ترتب عليها باطل وأحدها وهو انتخاب أعضاء مجلس الأموي شنو تبعاتها؟ شنو تفسير هذا؟ أنا قاعد تقول محكمة الدستورية أعطت لنفسها الحق بأنها تفصل في مرسوم الضرورة ما يتعلق بالصوت الواحد وأكدت أنه هو مرسوم ضرورة عدل أكدت ضرورة هذا المرسوم في حين أن لجنة العليا للانتخابات ارتأت المحكمة الدستورية في سابقة حسب كلامك عدل سابقة تعتبر؟ في سابقة إنها غير ضرورة هذا شلي ترتب عليه؟ شلي يعنيه؟ إحنا بعض العزيز إحنا السابقة إن المحكمة بدت تدخل في موضوع تفسير الضرورة اليوم إحنا جدام إن المحكمة الدستورية قامت تتوسع في بسط سلطتها على مراسيم الضرورة وهذا أمر إيجابي أم أمر سلبي؟ يعني هذا في من يرى بعض الخبراء الدستوريين مثلا دكتور عثمان عبد الملك يقول لا يمكن أن نتصور في نظام في نطاق الدستور أن تتخلى المحكمة الدستورية عن مسؤولياتها في مراقبة توافر شرط الضرورة أو أن تتخلى عن مسؤولياتها في هذا الأمر وأيضا هناك مجموعة من القانونيين والأساتذة في القانون يقولون إن خضوع إصدار المراسيم لرقابة المحكمة الدستورية هو لضمان عدم تغول السلطة التنفيذية على التشريع وإصدار القوانين وأيضا في رأيي لدكتور عادل طبطباء الخبير الدستوري يرى أن التحقق من قيام حالة الضرورة في الحدود والتي رسمها الدستور ولضمان ألا تتحول هذه الرخصة التشريعية الاستثنائية إلى سلطة تشريعية كاملة ومطلقة لا قيد عليها ولا عاصم من جموحها وانحرافها طيب اليوم نحن جدام تحول في قضية تفسير موضوع الضرورة والدخول في موضوع الضرورة في هالموضوع تتفق مع كلام الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيل الذي ذكر أن حكم المحتمة الدستورية الأخير هو رسالة للحكومة وللقوى السياسية مفادها أن التساهل التساهل في التعاون مع فهوم الضرورة لم يعد مقبولاً وأن مسألة الضرورة والمراسيم ليست مطلقة وتخضع لرقابة المحكمة تتفقوا إياه يعني أتفق معه بشكل كبير في هالموضوع وفعلاً اليوم قضية إحنا عندنا السلطة التشريعية يعني من مميزات الدستور عندنا إن مجلس الأمة يستطيع لوحده بروحه منفرداً إنه يصدر تشريع لكن ما حد يملك هذه السلطة في المقابلة حاولي نوضحها أكثر باختصار يعني إن مجلس الأمة يشرع وأيضاً صاحب السمو الأمير عنده سلطة التشريع عن طريق المراسيم أو غيرها لكن إن شرع مجلس الأمة قانون وصاحب السمو والحكومة ما وافقت عليه في تصويت بأغلبية خاصة ممكن لهو ثلثين في نفس دول العقاد وأغلبية أغلبية الخاصة في دول العقاد اللي بعده مجلس الأمة يقدر يصدر هذا القانون بدون موافقة الحكومة لكن اليوم حكم المحكمة الدستورية في السابق وكلي كانت تتوسع الحكومة وخصوصاً حتى الحين في فترة حل المجلس هذا 24 ترى مرسوم ضرورة أصدرت الحكومة في خلال فترة هذه نحن اليوم قد نتكلم عن مرسومين مرسومين فقط فمتوقع وممكن أي واحد متضرر يروح يطعن يروح يطعن في الـ 22 مرسوم لصدره وممكن أصلاً تبطلهم المحكمة الدستورية وحتى لو كانت لأن حسب كلامك المحكمة الدستورية عطت لي نفسها الحق الآن أنها تتوسع في تفسير في تفسير في تفسير لموضوع الضروري طيب، ما الحل الآن؟ هل أنت قاعد تقول الآن نحن يبدو أمام واقع جديد بالنسبة للمحكمة الدستورية هل هناك ضوابط؟ من يضع هذه الضوابط العملية؟ رح تترك الآن العملية بهذا الشكل؟ لا، يعني بعد هذا الحكم ما أتصور أن الموضوع لازم يترك هناك رأي هناك رأي أنه يجأ في ضرورة لتعديل قانون المحكمة الدستورية لوضع ضوابط وأسس لتوضيح موضوع الضرورة على أساس باتشرة الحكومة السلطة التنفيذية إذا تبي تصدر أي مرسوم في عندها ضوابط تقدر على أساسها تصدر مراسيم ضرورة وبالمناسبة على أساس لأنها راح نكرر الضرورة وايدة هي فعلا ترى مادة 71 ما فيها أصل النفض ضرورة لكن جانب مجازي نسميه ضرورة الضرورة موجودة في تقريبا مادة واحدة ليها مادة 69 في حال الأحكام العرفية وغيرها لكن إحنا فيها يعني مجازا نسميه مصطلح دارج مصطلح دارج قضية الضرورة وهذا أيضا المذكرة التفسيرية المذكرة التفسيرية أهمية تمثيل المجلس في المحكمة الدستورية لأن لها طابع سياسي فعلى أساس لا يصير تغيير أو تعارض في الأحكام رح تتبنون كمالاو إذا ترشحت وانتخابات وصلت ورح تتبنون موضوع وضع الضوابط في المجلس المبطل السابق ترى أيضا تم رفع اقتراح أو قانون بتعديل قانون أحكم الدستورية في بعض الأمور قد تكون إيجابية قد الأمور واحد يحتاج يوقف عندها لكن اليوم فعلا يحتاج خلال الفترة القادمة إذا توفقنا أو أي واحد توفق في الوصول إلى المجلس رح تتفعب هالتجاه رح نتفع في هالمجال على أساس أن يكون تعديل وتحديد أمور ضرورة على أساس عبدالعزيز بس هذه لا يكون مثلا قضية حسن السلوك في موضوع الشط للنوار لا لا بس بس هذه يعني ما كان في معايير محددة وأمور محددة بحسن السلوك اللي يشطب على أساس المرشح فأيضا اليوم يجب أن تكون هناك معايير واضحة نقدر نحدد شنو هي الضرورة من عدم الضرورة نحط نقطة على هذا الموضوع لكن نازلنا احنا في سياق المشهد الحالي برزت بعض الأصوات خلال هاليومين خلال هال 48 ساعة أن هناك البعض يتحرك خلف الكواليس الآن أمام الكواليس بالدفع باتجاه إصدار مرسوم ضرورة جديد من صوت واحد إلى صوتين سمعته شيء جديد؟ والله احنا نسمع الحين سمعنا وهناك تواصل حتى في لقائنا أمس عند الأخي عقوب الصانع وأيضا بالصحافة والصحفين يقاسوننا هذا شائع اليوم موضوع أنه في من يدفع إلى إصدار مرسوم ضرورة لموضوع الصوتين كأنهم يريدون يدخلون مرة ثانية في نفق اليوم حكم المحكمة الدستورية الصوتين الصوتين راح تردكم ادخلكم في نفق؟ ايه في نفق مظلم بالتالي أنتوا وقد يكون يطعن في هذا المرسوم والمحكمة تشوفها إنه غير ضرورة ورح يبطل المجلس مرة ثانية بغض النظر عن المحكمة الدستورية كانتوا بالتالي أنتوا ما تأيدون الصوتين لا ما نأيد لأنه بشوف أخ عمار المحكمة الدستورية ما حكمت بالضرورة مني وطريج سببت الموضوع وحطت كم أمر واضح أنا أذكر كم شغلة منهم ما يسعفني الوقت أني أدخل بسرعة يعني عندنا إن شاء الله وقت لا لا ما عندنا وقت كلش إذا تبي تذكر شيء عندي نص دقيقة بس يلا نص دقيقة عسرية موضوع القاعدة هذه الصوت الواحد متبع في أغلب الدول الديمقراطية موضوع أنها تتيح للأقلية التمثيل في مجلس الأمة لا تطغى الأغلبية على الأقلية تحقيق أن المرشح من القيود قيود الناخبين عليه أيضا يتحرر منها من خلاص أن أكدت على أهمية الصوت الواحد يعني ما يتقالت ضرورة مني وطريج يتقالت وفق أسس معينة وأمور واضحة ما تعتقد أن الآن هذه التحركات التي قاعدت تصير الآن خلف الكواليس قد تثمر بصدور مرسون ضرورة جديد صوتين أنا أقول لك يعني هذا راح نرد ندخل وقد نرجع للمربع الأول يكون عندنا مجلس مبطل ثالث في خلال الفترة القادمة طيح نحن خلصنا من المجالس المنحلة دخلنا في المجالس المبطلة اليوم طيب وهذا شيء يديد عندنا رقم اثنين الحين مجلس مبطل رقم اثنين قبل شوي في سيخ كلامك ذكرت موضوع لقاكم أمس عند نائب نائب السابق المبطل أيضا يعقوب الصانع نوجه لك التحية وتقدير شلي صار؟ شلي داعي نكم اجتمعته بهذه السرعة الآن التميته مع بعض 16 أو 17 واحد تقريبا شلي دار شلي نقال داخل هذا الاجتماع المغلق؟ يعني هذا كان تداعي الأخ يعقوب ونشكره على هذه الدعوة للالتقاء بعد حكم المحكمة الدستورية الأخيرة لتباحث حول هذا الموضوع والسعي فيه موضوع التطبيق وقضية التأكيد على حكم المحكمة وأن لا يكون هناك أي شيء يشوب العملية الانتخابية القادمة وأن اليوم احنا كفاية اللي قاعد يصير بالنسبة حق الكويت اليوم أهل الكويت قاعد يطلعون قاعد يروحون يصوتون مرتين وكل مرة قاعد يبطل المجلس يجب أن تكون هناك كان فيه حالة امتعاب بين النواب أمس أو النواب المبطلين كنتو مضايقين كنتو زعلانين لا 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 اليوم شوف أنت اليوم موزع مدام حكم المحكمة الدستورية احنا ارتضينا هالموضوع ارتضينا حكم المحكمة الدستورية وانطبقة ودايما لكن بعض التصريحات اللي طلعت سواء أمس أو اليوم من بعض النواب المبطلين البعض يصفها أن كانت تصريحات انفعالية البعض هدد ببعض العبارات من الغير المناسبة الآن أن نذكرها لكن كان هناك انفعال كبير من قبل البعض لمستأمس في الاجتماع مع زملائك فعلا اليوم قضيت أن كل مرة قاعد ندخل في موضوع في نفق مظلم وكل مرة قاعد يصير عندنا بسبب إجراءات أو بسبب تقصير حكومي أو السلطات الاستشاريين والخبراء وقاعد ندخل وندخل البلد في انتخابات وفي عمل برلماني وخروج الناس وتصويتهم إلى المرشحين ويبدون يقدون دونهم بعدين بعد هذا بسبب خطأ في إجراءات أو خطأ في بعض الأمور تبدأ المجلس يبطل فعلا اليوم يحتاج وقفه يحتاج أن نكون صارحين مع أنفسنا واليوم كفاية ولازم نحط خط حق هالموضوع وهالعبث المفروض ما يبدأ يصير ويحاسب كل واحد تسبب في التأثير تعيد مبدأ المحاسبة إذا بالفعل ثبت أن هناك من تسبب بأي خطأ جرى الله عبد العزيز من أمن العقوبة أساءل الأدب بس اليوم إذا ما في محاسبة للأخصار البعض يقول صار المجلس المبطل الأول وما تمت أي محاسبة المفروض تصير هناك محاسبة مو معناتها ما صارت لازم محاسبة ما تصير مو معناتها في أمور ما تتنفذ فيها القانون أو ما تتنفذ فيها على المقصرين اليوم إحنا أحد المشاكل الموجودين فيها في أغلب القطاعات بالدولة بسبب عدم المحاسبة كل واحد قاعد يقصر في دوره مو قاعد يحاسب واضحة هاني شمس ذكر أن هذا المجلس تقصد مجلس المبطل الأثنين إحنا عشان نرتبهما أحدث انقلابا كبيرا في عملية التشريعات القانونية القانونية وأنا أرى أن ما تم إنجازه إلى الآن كانت ترجمة حقيقية لمتطلبات الدولة الحديثة البعض يقول أن هذا الإنجاز الحقيقي الذي يمثل متطلبات الدولة الحديثة ليست سوى إنجازات شكلية وورقية خالية من أي مضمون حقيقي تفضل أخي المغرر بس بغيت أثبت بالديباجة قلتها بالبداية بس أردتك وأكد عليها مرة ثانية بالديباجة بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ووافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرنا الحضور 45 موافقة 38 عدم موافقة 7 موافقة ويحال إلى الحكومة فضل الأخ المغرر بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لأخ الرئيس وشكر موصول لأعضاء مجلس الأمة الحالي ومجلس 2009 اللي كان لهم السبق في البداية وبدوها الأخ بمهدي صالح عاشور وجميع الأخوة اللي كانوا معاه فعلاً قانون تعبوا عليه من 2009 إحنا ينبدينا من حيث انتهوا أيضاً نشكر الوزارة اللي كانت بتعاودة أيضاً في هالأمور وحضرت في اجتماعات مطولة كنا معاهم وأيضاً نشكر اتحاد الجمعيات اللي وقعدنا معاهم وقعدنا عندهم أيضاً في اتحاد الجمعيات وأبدوا وجهات نظر في بعضها ولم يؤخذ بالآخر وأيضاً نشكر الأخوان في اللجنة الصحية حقيقة الأخوان أيضاً كان لهم دور نشكر أعضاء أيضاً اللجنة ونشكر الجميع بحقيقة هذا قانون راح إن شاء الله يقولني بالقطاع التعاوني وابني القطاع التعاوني راح يعطي نقل إن شاء الله إلى الجمعيات التعاونية والعمل التعاوني وراح يكون إن شاء الله إضافة وإنجاز من الإنجازات الحقيقية اللي أنجزت في هذا المجلس واللي راح يكون إن شاء الله لها دور على الحركة التعاونية فالشكر للجميع والشكر أيضاً للوزير ولجميع أخوان أعضاء مجلس الأمة والوزارة شكراً اشتركوا في القناة ان هذا المجلس احدث انقلابا كبيرا في عملية التشريعات القانونية وانا ارى ان ما تم انجازه الى الان كان ترجمة حقيقية لمتطلبات الدولة الحديثة البعض خالفك الرأي ويعتبر ان كل ما انجزته لم يكن سوى شعارات وشكل خالي من اي مضمون حقيقي يلامس المواطن تعتقد ان انجازاتكم كانت شكلية بالفعل؟ اخ عمار شوف انا ارجع بالبداية اللي حطيته الفاصل اللي بالبداية كان كلمتي اللي هو موضوع احنا كان عندنا هدف اساسي اليوم يقاس نجاحنا بالدرجة الاولى بالبداية في موضوع الهدف الرئيسي والاساسي اللي بالحملة الانتخابية رفعناه وقلنا راح نوصل للمجلس ان شاء الله ونحقق هذا الهدف اللي هو؟ موضوع الاستغرار السياسي لو لهذا الاستغرار السياسي واللي اليوم نقدر نقول نجاح المجلس بنجاح قضية تحقيق هذا الهدف واللي الحمد لله قدرنا نحققه وصار عندنا والله الحمد استغرار سياسي عقب ما صار عندنا استغرار سياسي نشأت عندنا هالانجازات الموجودة في انجازات؟ امية بالامية في انجازات انجازات كثيرة اليوم قعدنا اليوم احنا البورصة والدليل اليوم مؤشر سوق الكويت لأمراق المالية فيه خلال هالستة شهر صعد 2500 نقطة في قضية الاستغرار السياسي على مستوى البلد اليوم ما نتكلم اليوم لغة الحوار داخل المجلس وبالاعلام اليوم صارت خنقول الحد المقبولة الادنى يعني اخشي بدت تسير هناك لغة حوار وتواصل واين كان حتى لو كنا نختلف في بعض الاحداث اللي صارت قد يكون نختلف فيها واللي صارت داخل المجلس لكن اليوم الحمد لله قدرنا نوصل الى هذا الاستغرار بالنسبة حق التشريعات عندنا احنا جانبين في المجلس عندنا جانب رقابي وجانب تشريعي دائم ان الرقابي الواحد يروح في موضوع قضية الاستجوابات واذا من حيث العدد هم الحمد لله عندنا استجوابات وايد احنا حتى لو اجلت والبعض يأخذ على هذا المجلس انه سلم هذه الادات بردا وسلاما للحكومة في سابقة ويخاف نتكلم فيها احنا نتكلم فيها لكن انا نتكلم اليوم فيه ادوات ايضا دستورية ثانية موضوع الاسئلة بالنسبة حق الرقابية الاسئلة لجان التحقيق طلبات المناقشة في هالامور ايضا كانت موجودة هذي كلها المجال السابقة لا لا بس انا اقصد انه فعلت في هالمجلس وايضا طلعنا تقرير والتقرير صوت عليه في موضوع عشرين على قرار عشرين على الفين واثنعش لهو الترقيات في شركة نفط الكويت وغيرها من امور كان موجودة ايضا على جدول الاعمال مال محطة الزور وجسل الجابر موضوع التشريعات انا ايه حق التشريعات اليوم اللي يقول المجلس ما انجز تشريعات هذا يرى خنقول حتى بعين واحدة ما يطالع البعض ما احن يمكن ما قال هذا الناس لكن البعض قال ان هذا المجلس لسان طويل وحيل قاصر ذكرنا في ام ناصر حسب تعبير النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي لن تكون هناك نتائج ترتجى من هذا المجلس رغم وجود الاغلبية الحكومية المجلس الحالي هو مجلس مناصر لسان طويل وبس المجلس يمثل السلطة ولا يمثل الشعب انتوا ما كنتوا تمثلون الشعب وحسب كلام دكتور وليد الطبطبائي لسان طويل حسب كلامه يعني للأسف يعني واحد ما يبي ينزل انه يرد على كلام مثل هذا احنا ردينا عليه في قضية فيه هذا قضية العمل اليوم ترى قضية الكلام وكل واحد يقول وكل فيه كل شي عنده تصريح وعنده الواحد يطامر من مكان لي مكان وترفس من مكان لي مكان يعني هذا الحكي هذا يصور الانسان طويل وحي القاصر في كل مكان تشوف عندهم تصريح وعندهم عمل وفيه كل مكان فيه قد يكون فتنة قاعد نشوف لهم موقع ونشوف لهم تصريح لكن في قضية وقت وجودهم داخل المجلس ما قدروا ينجزون ولو القليل لقضية المواطنين خلال هذه السنوات لكن انتوا قاعد تتهموهم المجلس طبعا ما قاعد اوجه كلامي لسيد هاني شبس لكن المجلس هذا قاعد يتهم من قبل آخرين بأنه قاعد ينفذ ما تطلب منه الحكومة وعلى سبيل المثال النائب المبطل السابق في مجلس المبطل الأول محمد الكندري اعضاء المجلس الحالي لا يملكون فعل شيء الا بناء على طلب الحكومة في المجلس الحالي حصلت مهازل بكل شيء وما بني على باطل فهو باطل فكيف يدافع هذا المجلس عند الدستور والأمة حتى انصفت انكم تدافعون عن الدستور والأمة قاعد يقول لك محمد الكندري ان هذا المجلس ما كان مؤهل ان يدافع عن الدستور يعني انا اتصور هذا الدستور هو هذا المجلس عفوا وهو فعلا اللي كان يمثل جميع طياف الشعب الكويتي وهو اللي كان يمثل الناس وكان يمثل آمال الشعب الكويتي واللي كانوا يابونه يسير لكن قضية التقول والقول احنا نقول تعالوا انتوا في خلال الفترة اللي كنتوا موجودين شنو انجزتوا وشنو سويتوا حق الناس احنا ما يقف حتى اذا انا بنتخل جدلا في هالموضوع فيه امور وافقنا عليها ومشيناها رغم عن الحكومة والحكومة تبتردها يعني اذا كانت هذه ما تحقق طموح الشعب ما تحقق طموح الناس والحكومة رفضت وحاولت في المجلس انه تبطلها وانه ما تمشيها كقوانين لكن المجلس كان يشوفها ووقف وقفها ومشياها وكنا حتى عندنا تصريح واضح في بعض الامور ان كانت العسكرية ومكافأة العسكريين او غيرها او حتى ما تعلاوت الاولاد كانت لو الحكومة تردها كان عندنا الاغلبية الخاصة في نفس المداولة بنفس دولة انعقاد عفوا نقدر كنا نمشي رغما عن الحكومة ونفس المساكل تقول نقدر نصوت بـ 44 ونمشي اي قانون ومشينا في امور الحكومة ما كانت تبهيها ذكرت موضوع حكومة اكثر من مرة كيف تصف علاقتكم بتجربتك بتواني الشخصية وعلاقتكم يعني كمجلس مع حكومة سمو شيخ جابر المبارك يعني انا اذكر من البدايات كانت عندنا ان الحكومة قد تكون ما قرأت الانتخابات او نتائج الانتخابات صحة ما شنو تقصد ان الحكومة ما قرأت النتائج الانتخابات صحة نتائج الانتخابات مجلس الوزرالي والوزرالي يوم من البداية كان فيهم مجموعة كانت عندنا قناعة لتاريخهم ولمواقفهم السابقة ما يقدرون يحققون ولا يقدرون يعبرون مع هذا المجلس لقضية الانجاز والعمل من صالح الناس في خلال الفترة القادمة وكان واضح ان في البعض كان يسبب قضية توتر ووجودهم كان خنقول ثقل على مجلس الوزراء وثقل على البلد وكان رحيلهم يجب ان يسير وكان متوقع ان بعد حكم المحكمة الدستورية هناك تعديل موسع وهناك كان عندنا وعود ان مجموعة من الوزراء ان كانوا يمشون في بعض الوزراء ممكن انهم كانوا يشتغلون عندهم قدرة للعطاء والتناغم مع مجلس الامة لكن انا صور في وزراء اخروا البلد وما قدروا ينجزون ولا قدروا يتفاهمون مع المجلس خلال الفترة السابقة تتفق مع بعض زملائك النواب في المجلس المبطل اللي ذكروا ان الحكومة كانت تتعامل بجدية اكثر مع المجلس المبطل الاول اكثر من مجلسكم فعلا كان هذا شي رح ندخل فيه بتفصيل يعني قد يكون فهموا الحكومة الرسالة قلط كان امهال وليس اهمال الفترة الاولى اللي كانت تم اعطاهم لتحقيق الاستغرار السياسي ان خلال الفترة القادمة مثلا في كان رأي عام انه تأجيل الاستجوابات الا اذا طرأ شي الحكومة قرأت الرسالة غلط قرأت الرسالة غلط ان المجلس لكن انت قاعد تتكلم اهي مو رح يتخلى تحدث تحديدا ببو حسين انا قلت وبعض العناصر بعض الوزراء ما كانوا متعاونين وذكرت ان هما اساسا مشيتهم في السابق كانت تعطيكم رسالة ان هما رح يكونوا متعاونين وبالفعل احنا على الاقل على المنصة هني استضافنا اكثر من نائب في المجلس المبطل الثاني وكان يتشكى ويتذمر من كيفية تعاطي بعض الوزراء مايردون على الاسئلة مايتجاوبون معاهم مايتعاطون معاهم بالفعل لمستوا ان كان هناك نوع من عدم الانسجام بينكم بين بعض الوزراء يعني هو بس انا على اساس ان الموضوع بس لا يروح قضية موضوع حتى الجواب على الاسئلة يعني احنا كان قضية ترى في كل المجال انا كوني مراقب بالسابق لقضية مجلس الامن كل المجالس في بعض الاسئلة ما يكون فيها جواب ولكن في هالمجلس قد يكون بداي طلعها الى السطح بداي يبين ان ترى اذا ما جاوبتوا رح نبدأ نتخذ اجراءات وكان عندنا خلال الفترة القادمة المجلس كان مكتوب لعمر بس خلاني نستوضحني الجزئية انت حين قاعد تقول انه عادي ان الوزراء ما يردون على اسئلة النواب وبالدليل انه اكو مجال سابقة لا بعض النواب قاعد يقولون اكو تعمد من قبل بعض الوزراء ما كان يردون عليكم لانه ما كانوا ينظرون بجدية لهذا المجلس قد يكون فيه تعمد من البعض وكان راح ينرسم لهم انه حتى هذه الاسئلة كلها تحول الى محاور استجواب لهم واتصور ما كانوا ينظرون يسعدون المنصة لو كان المجلس موجود اي سؤال كان ما يجاوب الا انه كان فيه هناك عارض دستوري تعارض وهذا فيها عليها قضية خلاف الجانب بالعكس هذه الاسئلة واللي كانوا يتاونون فيها واللي قد يكونوا خذوا وسيد حسين ايضا استجوابه شنو كان كان بناء على اجوبه ما تم الاجابة ما تم الاجابة وحولها الى استجواب كان ممكن غيرها ايضا تتحول الى استجواب والوزير واضح بس انا عشان لا تفوتني الفكرة انت في سياق كلام قبل شوي ذكرت بانه سموه شيخ جابر المبارك ما احسن قراءة بصلح لي الكلام انه ما احسن قراءة نتائج الانتخابات عدن قلت قبل شوي شديد نعم عندي تصريح قد يكون سابق بالبدايات انه يجب ان يقرر قراءة نتائج الانتخابات وفعلا تكلم هني معلش عشان بس السؤال لا يطوفني بصراحة يعني ابو حسين ما احسن سموه رئيس الوزراء قراءة نتائج الانتخابات لان نستبعد دكتور فاضل صفر وزيركم في الحكومة دكتور فاضل شهادتنا في مجروحة دكتور فاضل صفر لأي حكومة هنقول كردت لها وراح يكون لها هذه ميزة انسان قضية القوية الامين دكتور فاضل راح يكون وقت اللي كان يكون في الحكومة وهو اللي يدفع في قضية الحكومة للعمل ورجل الكل يشهد له الصديق والعدو هذه الشهادة في دكتور فاضل كثيرين ما يختلفون عن دكتور فاضل صفر لكن لو تم اختيار الدكتور فاضل صفر كان راح يحسن يعني فعلا وقت لي يقوله ما تخلي الواحد يسترسل لازم يدقاط لا لا موالا عشان اخي ما تعطينا جواب لا لا اعطيك جواب ان شاء الله لا احنا ما عندنا قضية دكتور فاضل انه يكون موجود بالوزارة او موجود تقييمنا الوزارة يكون شديد لا لا مو هذا تقييمنا احنا تقييمنا ان شاء الله دايما يكون الوزراء والوزارة شنو قاعد تنتج لقضية الكويت وحق الشعب الكويتي وحق هذا البلد الطيب احنا قضية من البداية كنا نقول وكنا نصرح على هالجانب واتحفظنا احنا كنا نقول على هالجانب اغلب النواب كانوا يتكلمون عم على دكتور فاضل هناك تقريبا شبه اجماع كان من النواب او كثير من النواب كانوا قضية عندهم انتقاد على الحكومة وتشكيل الحكومة وكانت من لون ثاني غير اللون اللي ينتمي للمجلس الام كان لك تصريح ملفت امانة هناك اطراف من خارج المجلس تتمنى عدم استمرار هذا المجلس هذا الكلام للحين يمكن محد يختلف وياك فيه وهي تدفع بكل ثقلها لإفشاله عن طريق الموالين لهم داخل المجلس الموالين لهم داخل المجلس يعني اكون مجموعة من النواب اكون بعض النواب زملائكم في المجلس المرطل كانوا يسعون لإفشال هذا المجلس شوف ما يخلو كل مجلس من قضية الارتباط في الصراعات الموجودة دائما في الكويت الواحد ما يقدر يغطي هالموضوع اليوم هناك صراع صراعات اجنحة صراعات نفوض وصراعات قوة موجودة وقد يكون الفترة السابقة اغلبها قد تكون مجموعة منها كبيرة كانت موجودة برا وهذا امي بالامي كان عندهم علاقات وعندهم من يأدي لهم دور او يكون ياخد لهم موقف من النواب وقد يكون ايضا من الحكومة من النواب ومن الحكومة بعد انا اقولها مو بس قضية من النواب ان يأدون وينفذون الاجندة اللي قاعد تخدم مصالحهم وهما موجودين برا المجلس وهذا المتابع للمشهد السياسي بالكويت اليوم في داخل مجلس الامة يقدر يلحظ هالموضوع ويشوفه ويقدر يشخص الاشخاص الموجودين والمرتبطين في الخارج واللي عندهم خنقول اهداف لعدم استمرار هذا المجلس في منهم كان يحقق هذا الهدف داخل مجلس هناك انفلات امني الاوضاع في وزارة الداخلية تنحدر بن سيء الى اسوأ اصبحت قاعدة من امن العقوبة اساء الادب هي السائدة لعدم تطبيق القانون على وزير الداخلية ان ينفذ الوزارة ويعالج الاخطاء كل هذه الانتقادات لوزارة الداخلية والنائب هاني شمس يصوت باحالة استجواب وزير الداخلية اللجنة التشريعية شمال السبب لكن بعد هذا المصل قصد خلقوا بحقا اول شي نشكر لجلة المرأة بالنسبة حق هالموضوع وقرارهم لهالجانب وقد نكون بالعكس ما لداعي اصل تأجيل وسحب هالقانون توافقنا عليه في المداولة الاولى وتصور هناك ايضا رأينا نحسمه في هذه المداولة وخصوصا انها محطة وقيد واضح ان اللي تصرف لها هذه العلاوة يجب ان الزوج والزوجة والابناء يكونون موجودين بالكويت على اساس انها تصرف لها ما راح تكون موجودة برا بالعكس اليوم احنا قاعد نحافظ على الاسرة وما اتصور يحتاج ان نميز هالكثر اللي قاعد يتزوج غير كويتية قاعد ياخد جميع المميزات كأن اللي قاعد ياخد اللي تتزوج غير كويتي كأنها سوت جريمة او سوت شيء غير مقبول بالعكس لازم ندعم هذا وندعم قضية الاسرة واستقرار الاسرة وخصوصا فيها طرف كويتي اللي هي الام وتحتاج دعم لانه قاعد تعاني بعض مرات قضية حتى مدارس عيالها مدارس قاعد يكون في البعض ما يدخلون حتى مدارس حكومية يحتاج اليوم الاسرة الكويتية تدعم وخصوصا المرأة اليوم تكاليف الحياة المعيشة كلها قاعد تزيد لا نزيد قضية الاعباء على الام الكويتية اليوم لازم احنا نوقف معاها نساعدها على اساس ان تقدر تقوم في رسالتها وتقوم بدورها وتقدر تتفرق شوية لخدمة ابناءها وتربيتهم على اساس لا تكون دائما تفكيرها ايها والزوج بس شلون ان يوفرون بعض تكاليف الحياة على اساس يغطون هالجوانب بالعكس تجعل القانون يكون مستمر وموجود ونصوت عليه وعلى اساس نخلص ويسجل للمجلس انجاز وشكرا حيا كاملا بشان الكرام بحسين لازال حوارنا مستمر معاك حول بعض ابرز المحطات في المجلس المبطل الثاني موضوع استجواب وزير الداخلية في ديسمبر 2012 قال لك تصريح ذكرت فيه ان هناك انفلاتا امنيا الاوضاع في وزارة الداخلية تنحضر من سيء الى اسوأ اصبحت قاعدة من امين العقوبة اساء الادب على وزير الداخلية ان ينفض الوزارة البعض استغرب موافقتكم انتم في التحالف الاسلامي الوطنية وانت تحديدا احد النواب اللي كنتوا حاضرين في تلك الجلسة موافقتكم على احالة استجواب وزير الداخلية لللجنة التشريعية ليش بالنسبة حق الاستجوابات احنا كان فيه قبل هالاستجواب فيه اربع استجوابات واحدهم كان فيه ايضا فيه استجواب لوزير الداخلية وطلب قضية التأجيل لمدة طويلة احنا بالنسبة لنا صوتنا مع عدم التأجيل وطلب المناقشة لهذا الاستجواب في الوقت المحدد لكن بالنسبة حق هذا الاستجواب استجواب وزير الداخلية الثاني الوزير طرح بعض الامور اللي قد يكون فيها مثالب دستورية وقانونية وقد يكون فيها خلاف وهذا يكون اذا تناقش داخل المجلس يكون عليها ايضا نقاش او اختلاف كان هناك الطلب التحويل الى اللجنة التشريعية مو معناة الغائه ولا تأجيله مدة طويلة كان تحويله الى اللجنة التشريعية وحتى في وقتها رئيسة اللجنة قالت ان بإمكاننا خلال اسبوع ان نيب التغرير على اساس يشوفون هذه المثالب انها دستورية او مدستورية في الجلسة ردت مقدمة الاستجواب السيدة صفاء الهاشم وقالت انا مستعد ان اشيل اي مادة تعتقدون الهامود استورية انا اشيلها الحين احنا اليوم جدام استجواب قدم وايينة صوتنا على استجواب قدم وتحويله الى التشعيه وهذا قد يكون بالكويتر مو اول مرة وهذه من الادوات الموجودة لاي خلاف يصير على محاور الاستجوابات ومو اول استجواب وقد يكون الكل اللي قاد يتكلم كان عندهم تصويت ايضا بتحويل استجوابات سابقة الى اللجنة التشريعية وكان طلب الاخت المستجوبة طلب قد يكون ملائحي المفروض كانت تسحب الاخ فيصل دويسان قام وطلب سحب استجوابه بشيء واضح الاخت المستجوبة قالت مستعدة ان تسحب في بعض الامور اللي عليها الخلاف ولم يتم سحب اي محور من المحاور وهذا شيء اساسي ان ولا محور تم سحبه يوم ينا صوتنا صوتنا على الاستجواب كله بالامور اللي طرحها الوزير انها يكون الى حالة التشريعية الى تحويلها الى التشريعية وصوتنا الى حالة التشريعية عساس الجدل اللي موجود اللي راح يصير داخل الجلسة ينتهي بقرارات يتم البت فيه دستوري والا لكن اكو جزئية مهمة هنا استوقفتني في تصريحك ان هناك صراع سياسي بين الاطراف الموجودة وكان كلامك تحديدا فيما يتعلق بهذا الاستجواب استجواب بزير الداخلية كان عبارة عن صراع سياسي احنا ما ندري عنه يعني دائما أو يمكن البعض يدري عنه دائما احنا في قضية الاستجوابات والامور اللي قاد تحصل بالبلد نرد حق كلامنا لمساء فين عكاسات من اللي بره والصراع اللي موجود بره واده يكون لان احنا اقراب داخل المجلس في بعض الصراعات نشوفه وإحنا قاعد نشأ ما تعلق فيه استجواب وزير الداخلية كان فيه صراع سياسي ما راح ادخل بتفاصيل احنا في الجلسة الخاصة وقت لا تسير قاعد تسير عندنا صارت عندنا جلسة خاصة في موضوع امور وزارة الداخلية الفلات الامنية وايضا موضوع ثاني يوم كان قضية تطبيق الحكم اللي صدر على الأخم سلم البراك يوم صارت ايضا الجلسة سرية هالجلستين السريتين نشوف اداء النواب واداء اللي قاعد يصرحون وصوتهم عالي في الجلسات العلنية والجلسات اللي فيها الجمهور وفيها تسجيل اداءهم غير اللي قاعد يصير اداءهم في داخل الجلسة السرية وقاعد نشوفه واضح بالنسبة حق تصريحاتهم وكلامهم وتصديهم وانتخاذاتهم اللي كان الوقت الوزير يرد عليهم وكان في بعض الامور الجلسة السرية اختلف الجلسة السرية الاداء قاعد نشوفه يختلف 180 درجة عن وقت الجلسة العلنية وقاعد يتسائل فعلا هذا قضية الصراع اللي قاعد يصير اليوم انا دا عندي شيء وفعلا قاعد اطرح قضية وقاعد امارس دوري وامانتي في داخل المجلس تصور ادائي في الجلسة السرية ما يختلف عن ادائي في الجلسة العلنية فلنضع نقطة عن هذا الموضوع وافتح معاك الان ملف اللجنة الصحية وانت كنت مقرر اللجنة الصحية في يناير خليك تصريح للجنة الشؤون الصحية البرلمانية حسمت اولوياتها الخمسة هي متعلقة بكل من الوضع الصحي العام في البلاد للمستشفيات ملف العلاج بالخارج التأمين الصحي لمواطنين قانون الجمعية التعاونية وقانون الشباب الرياضة قد تكون هناك الكثير من القضايا قد ما يسعفنا الوقت اننا نتوقف عن عند كل هذه القضايا لكن خلينا نتوقف في البداية عن موضوع الوضع الصحي العام انت راضي عن الوضع الصحي العام بحسين بالكويت اليوم اليوم وضع الصحي لا يصر لا عدو ولا صديق في الكويت قضية الوضع الصحي فعلا معانات ومأساة في قضية الواحد اليوم كافي المرض لحوشة لكن يروح يدخل هالمستشفيات والتعامل من بداية دخوله إلى قضية دخوله على الدكتور إلى قضية إذا يحصل سرير أو ما يحصل سرير أول كنا ندور واسطة لقضية غرفة خصوصي إذا يخطي تدور واسطة أنك تحصل سرير عمومي وتدخل داخل المستشفى أساس تتحق تحصل الرعاية الصحية اللي مو بالمستوى المطلوب وقد يكون هناك تشخيص هذا الكلام فيه نوع من المبالغة بحسين مبالغة لأن الوزير وزير الصحة من هو على هرم وزارة الصحة كان لا تصريح ذكر فيه مستوى الخدمات التي تقدم في المستشفيات الحكومية الكويتية يفوق ما يقدم في مستشفيات المملكة المتحدة مستشفياتنا أحسن مستشفيات لندن أنت معاد بك وتبي واسطة عشان تأخذ سرير يعني حقيقة هالكلام هالكلام قضية شر البلية ما يضحك آخر شيء تعال احنا هذا مشكلة حتى المقائل قريب من هالجانب وقاعد نشوف الناس وقاعد ناس تيينة في قضية العلاج ورحنا شفنا بره قضية الرعاية والعلاج والمتابعة وقاعد نشوف هنا وقاعد نتابع عندنا بعض الحالات ليه اليوم عندنا حالات حنقول حتى شخصية وعائلية قاعد نحرص حتى لو نروح على أحسابنا قاعد نروح بره ونروح نتابع قضية العلاج لقضية الخلل اللي موجود في قضية وزارة الصحة اليوم وخصوصا قضية التمييز في قضية موضوع العلاج في الخارج والتجاوزات الكثيرة الموجودة في قضية العلاج في الخارج اليوم الرعاية الصحة هذا موضوع مهم أنت فتحته موضوع العلاج بالخارج شو تقصد بالتجاوزات الكثيرة أنا بس خلأ أول شيء مدام قلت هذا وإيك حق العلاج بالخارج لأن هذا مروح أحيح تنساهل موضوع لا ما راح أقوله ما عندي وقتنا بعد هذا شكل سريع أقوله إحنا اللجنة الصحية بالبداية كنا يايين على أربع أمور أربع أمور كنا قضية ندرسها ونقدم فيها تقرير ونحاول نطور قضية الخدمات الصحية الموضوع الأول هو وضع المستشفيات ونقول العفسة الموجودة في المستشفيات وإدارة المستشفيات والعلم التطور لإدارة المستشفيات وفتح المستشفيات يديدة موضوع التأمين الصحي للمواطنين كنا قاعد نشتغل على موضوع التأمين الصحي للمواطنين وكان طموحنا أن هذا التأمين يوصل حتى يقدر المواطن يستفيد منه حتى في العلاج في الخارج ويكون نظام متطور ويكون يقدر يستفيد منه داخل الكويت كان في البداية بالدراسة بادين وكان المفروض نقدم تقريرنا مع بداية دول العقاد القادم كلجنة وقضية موضوع التجاوزات في العلاج بالخارج وكان موضوع قصقصة بعض القدمات لكن اليوم العلاج بالخارج كل واحد قاعد يروح قاعد يشعر في قضية المعانات في بعض الحالات اللي ما تستحق نروح بره ونشوفها موجودة وبعض الحالات وخصوصا السرطان وبعض الأمور المستعصية اللي قاعد يعانون وتلقى ناس عندهم بعض المرضى في أكثر من مرض وأكثر من أمر يعاني يحتاج أن يتنقل من مستشفى إلى مستشفى وقاعد يشعر بالمهانة وبالأذية وبالمعانات ومو قاعد يحصل الخدمة والرعاية الصحية الحقيقية اللي لازم يحصلها ذكرت كلمة تمييز قبل شوية وانت تتكلم عن موضوع ملف العلاج بالخارج إنه هناك تمييز في ملف العلاج بالخارج نعم هناك تمييز في البعض اللي قاعد يروح بره قد يكون في بعضهم ما يستحقون أن يروحون موجودي بره وبعض الناس اللي فعلا تشوف حالاتهم ويحتاجون أن يروحون وفي بعضهم خذوا فيهم إجراءات داخل المستشويات رد عليكم بحسين الوزير الوزير الفاضل رد عليكم وذكر بأنه لن أسمح للسياحة العلاجية ولن أرسل أي حالة العلاج في الخارج إلا وهي مستحقة وذلك عن طريق اللجان الطبية المتخصصة أتعرض لضغوط كبير اجتماعية وسياسية لإرسال من لا تنطبق عليهم الشروط لن أرضخ لهذه الضغوط سيتم تطبيق القانون على الجميع دون استثناء رجل قاعد يقول أكو ضغوط كاعتمارس علي سياسية وأنا راح أطبق القانون أنتوا اللي ليست أعلانين العكس نحن هالتصريحات تعجبنا وشان زين هذا اللي يتطبق مون قاعد يتطبق شان زين هذا اللي يتطبق بالعكس ما حد يقبل في قضية السياحة العلاجية وهذا اللي قاعد نقوله نحن لكن أيضا ما نقبل في قضية المرضى الحقيقيين أنهم اللي يعانون واللي قاعد يروحون وكل يشد يوم كل قاعد يسافر وكل عنده ناس يعرفكم إن كان بالدوام إن كان فيما بين الأهل يدري قاعد يكون عندهم حالات مو مستعصية وأمراض عادية قاعد يروحون بره وقاعد يعاجون وقاعد يشوف الحالات الحقيقية اللي وجودة اليوم في البلد وخصوصا مرضى السرطان اليوم هذا المرض المنتشر المرض اللي قاعد يفتك في قضية الناس والمعانات اللي قاعد يعانونها يعانيها المريض وأهل المريض باختصار بحسين علاقتكم شون كانت مع وزير الصحة باختصار شديد بشكل عام كانت علاقة كان هناك تهديد إنه راح يصعد المنصة سيد علي راشد في إحدى تصريحات أذكر أنه كان هناك نية لبعض النواب أن يستجوبون وزير الصحة أنت وكيف كانت حلاقتكم كونكم أنتوا المعنيين بالتواصل المباشر معه فعلا هناك استجوابات أو استجواب على الأقل أجل لوزير الصحة بسبب الظرف السياسي وتقديم كان وقته أكثر من استجواب كان تم تقديم استجواب لوزير النفط على قضية الداء واستجواب وزير الداخلية كان أيضا هناك استجواب مستحق لي وزير الصحة كان قد يكون أن يكون وقفة على بعض الخدمات وبعض الأمور وخصوصا كان ملف العلاج بالخارج وإحنا كان عندنا تحقيق بالنسبة عندنا باللجنة الصحية كان عندنا تحقيق طلبنا بعض الاستفسارات من الوزارة دزينا لهم عن طريق اللجنة بعض الأسئلة على أساس أن يجاوبونا يعطونا الحالات وشنو بعد موسط كنا دازينها فالمفروض يعطونا وكان أيضا طلبنا من ديوان المحاسبة أنه يعطينا موضوع الحالات أنا بقضية لجانة التخصصية بعضها لجانة التخصصية مو قاعدة توافق وقاعدة نشوفها آخر شيء سابق بره طيب موضوع مهم أيضا يتعلق باللجنة اللي أنت كنت مقررها موضوع الجمعيات التعاونية بعض يعتبر إن كان هناك حسنة وميزة لهذا المجلس تتعلق بإقرار قانون الجمعيات التعاونية باختصار شريط جدا ليش هذا القانون موايد مهم وإنتوا اعتبرتوا إنجاز كبير والبعض اعتبره فتح مبين أبعا ما صاحا تبي هالجواب تبي مده كل شيء قصير لا ما يخف فعلا بالنسبة حق الجمعيات التعاونية هذا كان خنقول شغلي وخبزتي وعملي هذا قضية خلال الفترة السابقة وانا قضية انطلاقتي بالأساس بالحركة السياسية والحركة الاجتماعية كانت من الجمعيات التعاونية وكان هم بالنسبة لي يوم وصلت قضية مجلس الأمة إن هذا القانون يجب أن يرى النور وكنت واعت في أكثر من مرة إنه قبل نهاية دور العقاد إن إن شاء الله هذا القانون يخرج إلى حيز التطبيق ونقر هذا القانون الحمد لله وفين وكنت أقول لهم في شهر مايو الحمد لله وفيت في هالجانب كان هذا القانون يناقش من مجال السابقة وكان قانون مهم لتطوير الحركة التعاونية قانون الحركة التعاونية من 79 القانون ما تم عليه التعديل هناك ملاحظات ومثالب كثيرة للجمعيات التعاونية والعمل في الجمعيات التعاونية كان يحتاج وقفه لتطوير هذا العمل ولهذا الصرح الكبير اللي موجود في البلد واللي حقيقة فعلا في مقالة حق ثابت الهارون كان رئيس احد نقابات العمال كان يقول الكويت تفتخر في شيين كان في وفد يا ابن برة يقول الكويت عندها شيين تفتخر فيه صندوق الأجيال القادمة والجمعيات التعاونية يعني هذا الصرح التعاوني الكبير فعلا كان يحتاج لوقفه وتعديل بعض مواده وبعض قانونه على أساس يرقى في الحركة التعاونية وينقلها من الوضع الحالي إلى وضع إن شاء الله أفضل ويخدم أهالي المنطقة والبشاركة تكون أوسع رغم من كل هذه الإيجابيات اللي أنت الآن قاعد تفكرها لكن بعض الصحف تقلت عن بعض التعاونيين اللي هم من يعني أبناء هذا القطاع ذكروا أن عبروا عن امتعاضهم الشديد من إقرار هذا القانون وأن إسراع اللجنة الصحية حسب تعبير البعض من التعاونيين في قرار القانون دليل على استهداف الحركة التعاونية وتدميرها والسعي لخصخصتها وسحب البساط من تحت أقدام أكثر من نصف مليون مساهم لمصلحة عدد قليل من التجار هذا القانون عبارة عن إرضاء لبعض التجار حسب تعبير بعض التعاونيين هذا القانون لإرضاء المساهمين بالدرجة الأولى نصف مليون مساهم يقولون لإرضاءهم هذا هذا قانونكم رح يسحب البساط من درجة لهم لأن أخ عمار هذا القانون واللي اليوم ممثلين فيه داخل الجمعيات التعاونية يمثلون الأقلية المنظمة داخل كل منطقة موضوع الجمعيات التعاونية هناك شريحة كبيرة داخل كل منطقة حالها حال مجلس الأمة عندما صار صوت واحد كانت هناك شرائح مممثلة اليوم قامت تتمثل في مجلس الأمة في الجمعيات التعاونية الأغلبية داخل المناطق مو قاد تتمثل داخل الجمعيات التعاونية قد يكون وقت اللي قاعد نسعى فيها الموضوع قد يكون أحد المتضررين المجموعة اللي أنا أنتمي لها في المنطقة قد يكون نخسر لكن الكويت هي اللي تربح الكويت هي اللي راح تربح أهالي المنطقة قد يكون كل اللي قاعد يتحكشون في هالموضوع قاعد يتحكشون في جزئية واحدة موضوع الصوت الواحد مو قاعد يتكلمون في شيء ثاني باج الأمور وأنا أستغرب قضيةنا تعال والله لخسخصتة وقضية فايدة التجار من يقول فايدة التجار اليوم قد يكون قاعد يكون التاجر يا ابو عبد العزيز اليوم يستفيد من مجلس يتعامل مع مجموعة واحدة متجانسة واسلة قد تكون أفضل الله إذا يبيتعاون شديد أنا بنطلعها اليوم إذا موثل مجلس يداره في الجامعات التعاونية من جميع الأطياف اللي موجودة في المنطقة وكان بالصوت الواحد كل واحد يمثل ويكون العمر وصل ثلاثين سنة والشهادة وعدم خنقول استمراريتهم أكثر من دورتين بالعكس راح يكون من الصعوبة على قضية التاجر أنه يتعامل مع أكثر من طرف اليوم إحنا قاعد نصعب على التاجر إذا كان يشوفونا في هالمنظور إحنا اليوم بالعكس في هالقانون صعبنا على التاجر قضية التعامل هذا القانون لكن هذا القانون لأن أنا أطلع فاصل هذا القانون أيضا البعض اعتبر أن استهداف للإسلاميين وأنه قام على أساس طائفي أبي منك التعليق لكن بعد هذا الفاصل القصير خلكم معنا حياكم الله بحسين لازال حوارنا مستمر في هذا الفاصل الأخير إن شاء الله تساعدني في الاختصار بالإجابات كان كنا نتكلم على قانون جمعيات التعاونية سيد خالد السلطان نائب سابق الفاضل غرّد في تويتر في تاريخ 29 مايو تعليقا على هذا القانون وذكر أن قانون التعاونيات رفضه مجلس فبراير 2012 لأنه يستهدف ضرب الإسلاميين والحراك الإصلاحي بينما أقره مجلس بصوت لذلك أحد النتائج السياسية لمن قال بوجوب المشاركة هم ارفضوا وإنتوا لأنكم تستهدفون الإسلاميين قريتوا هذا القانون صحيح يعني للأسف في بعض التصريحات السخيفة الواحد والثاني صرح تصريحات مثل هاي قانون قانون طائفي مادري يستهدف قضية الإسلاميين ليش وين وين يستهدف قضية الإسلاميين اليوم أنت إلا إذا يعتبرون الجمعيات ممالك لهم هذي وكان خاص لهم في فعلا قد نكون نحررها لأنه في قاعد يسيطرون عليها قضية الإسلاميين وغيرهم من يقول هذي الجمعيات حق أهالي المنطقة شن المفهوم هذا اللي قاعد يحطونا في رأس الناس اليوم الجمعيات التعاونية تخص أهالي المنطقة والمساهمين شن يتخص الإسلاميين من وين ياي هالحتي هذا الحتي أحد يقول قضية بسؤولك هالقضية واحد يغرد أو يتكلم في بعض التصريحات أنا سمعته شيء من السخافة هذه التصريحات اليوم الجمعيات التعاونية تمثل أهالي المنطقة ما تمثل فيها ما تمثل جهة تمثل جميع هذا يعني ذكر بأنه سيد فاضل خالد سلطان بأنه يستهدف ضرب الإسلاميين أحد الصحف المحلية وتحديداً جريدة بيطاليحة في خمستعش ما يعلقت على هذا الاقتراح وذكرت ما تشير بعض المعلومات إلى أن من يدير دفة الاجتماعات في اللجنة عند بحث الموضوع هو المقرر هاني شمس أما رئيس اللجنة دكتور صلاح العتيقي فالأمر غائب عنه النية كانت مطبوخة لهذا التعديل وعلى مرتكس سياسي قريب من الفهم الطائفي هناك العديد من جمعية النفع العام تتم الانتخابات بها بموجب قوائم ولم يحدد في يوم من الأيام بأن تكون انتخاباتها بصوت واحد اللجنة الصحية حاكت أمر ما زال محل استغراب كافة الجمعيات أنت اللي كنت أنت المطبخ قرار هذا القانون كله كان عندك وأنت اللي سويت كلها القانون طلعته أنا ممكن قلت لك بساعة يا أبو عبد العزيز أنا قيت هالقانون مساحتة بالكلبة اللي قلتوها حطيتوها بالنسبة لي القانون من مجلس 2009 وأقرب مداولة أولى وكان جاهز المداولة الثانية أن يدير دفة الاجتماعات حسب كلام الصحيفة أنت يعني هذا الصور الاجتماعات السرية أنا ما دمين وين يبون هالكلام يعني أصلا الأخوان لهم كل معزة قضية رئيس اللجنة والأخوان الموجودين وقد يكون كانوا معاي في الموضوع قد يكون لأني خنقول الخبرة في كتل اللجنة الصحية في هالجانب كنت رئيس جمعية سابق وتعاوني وأدي عن هالموضوع وقد يكون في بعض الأمور عطوني التصريح أن أروح أقعد مع اتحاد الجمعيات قد يكون أخذ هذا الانطباع لكن الأخوان مجموعة من الأخوان في اللجنة كان لهم دور حقيقي والمستشارين في اللجنة والمجالس السابقة كان لها دور وكان هذا إنجاز للكويت ورد أكد للكويت وحق كل الكويتيين ومو حق فئة واحدة وراح نشوف نتاجها خلال الفترة القادمة إن شاء الله إن شنون راح يرتقي في الحركة التعاونية إلى الأمور دعونا ننتقل إلى موضوع أيضا مهم نبتعد شوية عن موضوع اللجنة الصحية وفيما تبقىنا من الوقت أعرج على موضوع أيضا مهم موضوع البدو دعونا قبل ما نتكلم عن الموضوع عندنا مقطع كلمة لك يتعلق بهذا الموضوع دعونا نشوفها مع بعض ونكمل تعليقنا إذا جاهز المقطع مخرج لهذه الفئة التي دائما نقول مظلومة يمكن أمس قلتها في الكلمة داخل المجلس إن هذه الفئة بس من باب إبراء الذمة حاطينها في برنامج عمل الحكومة موضوع البدون اليوم على أرض الواقع بيّن إن الحكومة نفس اللي كنا نصرح أول إن الحكومة مجادة في حل هذا الموضوع وهذا الملف ولكن الحمد لله اليوم بالعكس هذا يعتبر إنجاز إن المجلس وافق على اقتراح اللجنة اللي هو خلال سنة 2013 أن يجنسون لا يقل ما لا يقل عن أربعة آلاف واحد من المستحقين ونأمل أن العدد يزيد الحكومة تأخذه أربعة آلاف الحد الأدنى أن يكون إن شاء الله العدد أكبر من شيء على أساس الأخوان المظلومين خلال هذه السنوات اللي ما أخذوا حقوقهم يأخذون حقوقهم وللأسف كان في بعض الكلمات من الوزراء إن معاود هذين إذن جنس راح يأثرون راح يأثرون على قضية البيوت بيوت مارت الناس مارت عيالكم أنا ما نقول يأثر على بيوت عيالنا وأحفادنا لكن هذا مجموعة إحنا ظالمينهم حق سالبين منهم فهذا الكلام مردود عليه من من الحكومة اللي كانت تحاول تمارس هالدور على أساس أنه تفشل هالموضوع وتفشل هذا القانون وتفشل الناس المستحقين لهالموضوع أنه ينصفون يأخذون أبسط الحكومة كانت تمارس تخويف ترهيب لبعض النواب تخرعكم من موضوع تجنيس البدون مشكلة الحكومة مجادة في حل هذا الملف ومثل ما تقول أن الحكومة كانت حطتها من ضمن الأولويات عقب ما صار الضغط عليها لكن إذا نرجع لثلاثين أربعين خمسين سنة تصريحات الحكومة نفسها ولكن على أرض الواقع ما تشير الحكومة يوميين أنا بنصوت على هالقانون نبي أن يكون هناك التجنيس على الأقل أربع تالاف ومن البدون مو من غير البدون من البدون على الأقل أربع تالاف الحكومة بدت تتحرك توصل حق النواب وتقول لهم ترى رح يأثرون عليكم رح يأخذون قضية بيوتك رح يأثرون على الدور حقكم بالنسبة حق النبيوت وزراء كان يفترون على النواب وزير أو وزيرة نقدر نقول كان يتحركون على هالموضوع وكان يون حق النواب ويقولون لهم وإذا تبي الأخت دكتورة رولا إيه اللي كانت تتحرك في هالموضوع سأرى بقيت أسئلك أقول لك من هو الاسم بعد قلت أنت وراح تقولي لا تسألني على اسابق لما طلعت منك بعد أن أثبت سألني دكتورة رولا كانت على بعض الجواب وتقول لهم تخرعهم من قضية من موضوع التجنيس لأن هذا رح يأثر وإذا كانوا إياهم قضية مال الأسكان مال الأسكان والبيوت أنه رح يأخر على قضية يطلعون في وسائل الإعلام الحكومة على لسان أكثر من وزير وقاعدين يأكدون أنهم الآن في خطوات جادة عن طريق الجهاز الموجود لرئيس السيد صالح الفضالة وأن هناك خطوات جادة لحل وإنهاء هذه المعانات أنت نحن قاعد يقول كلام ثاني دون اللي قاعد يطلع بالتلفزيون غير اللي قاعد يسوونه تحت على هذا الوقت الخطوات الجادة صال لها خمسين سنة وكل ما لها قضية هذه للقضية تكبر شنو خطوات جادة خطوات جادة اللي عنده خطوات جادة خمسين سنة ولا أكثر ما قدرت على تحل الموضوع شنو هالتبرير شنو هالحجي شنو هالحجي الفاضي قضية مو وليدة اليوم مو اليوم هالقضية ظلعت لنا اليوم الجيل الخامس موجود اليوم ناس قاعدت عاني اليوم ناس أكل ما عندها قضية تعليم ما عندها قضية لبس ما عندها قضية الحد الأدنى حد الكفاف ما عندها للعيش أنت تقول أكو بعض النواب بعض الناشطين في المجتمع يقولون هذا الكلام فيه نوع من مبالغة بالكويت هناك الكثير قاعد يعيشون بمستوى حياة كريمة أنتوا الآن البعض يقول أن هذا الكلام نوع من المزايدة وتكسب السياسي على قضية البدون في النهاية لا الوضع البدون مو بالسوء اللي أنتوا قاعد تقولونه أنتوا قاعد تستخلونها في أوقات الانتخابات في حبلاتكم الانتخابية بدون أن تقدموا أي شيء ملموس نعم إحنا كان عندنا مسعى في هالموضوع عندنا حركة في هالموضوع وإحنا كان عندنا أيضا الأخ مبارك النجادة كان عضو فاعل في لجة حقوق الإنسان والبدون وكان يمثلنا هناك كمجموعة وكنا نتحرك وانا قضيت حتى في اجتماعات لجنة البدون معنا ما كنت فيها عضو وكنت أيضا أحضر وأملنا هذين اللي قضية تتكلمون أن يروحون تشوفون الحالات الحقيقية اللي موجودة قضية البدون والمعانات اللي قاعد يعانونها اليوم هذين ناس موجودين معنا إحنا مقارن نتكلم أن نعطوهم شيء ما يستحقونه أو شيء ما يبنى ولني نقول تعالوا جنسه اللي ما يستحق اليوم إحنا اللي ظالمينه والمفروض يستحق الجزئية مع تجنيس البدون؟ مع تجنيس من يستحق من البدون واللي ما يستحق لازم أعالج أموره خلينا هالجزئية هذه نربطها في كلامك اللي قبله شوية وانتوا لما قلتوا قبل شوية كنت بتقررون الأربع تلاف يفترض أن هالأربع تلاف من المستحقين صح؟ عدل؟ بالتالي إذا من المستحقين ليش عيل إذا مستحقين ومستوفين الشروط عشان بس نفهم إحنا ليش كان هناك تحرك مضاد خلف الكواليس من قبل الحكومة؟ لأن هذا اللي كنت أقول لك يا مجادة ما تبي تحل تبي تخلي هذه القضية معاناة هالناس حق قضية المساومات السياسية مساومات سياسية مساومات سياسية وفي بعضهم تعال حتى توصل في بعض الأمور قد يكون أجد نسلك جموة حتى تبي على أساس موقف سياسي أو غيره هذا الملف قاعد يستغلون معاناة الناس لهذه الأمور إذا ما في نواب قاعدين تجاوبون معاهم وقبولهم بهذا بالمزايدات وبالمساومات يمكن الملف ما كان راح يتفاقن بهذه الصورة يعني المسؤولية أيضا تقع على بعض النواب في المجالة السابقة المطلع لا أتكلم فقط عن المجلس المطلع هذا ما نبري ما نبري أحد ما نبري قضية النواب أو غير النواب لكن اليوم هذا قضية البدون ملف رئيسي الحكومة مسؤولة عنه وأيضا النواب مسؤولين خلال المجالس السابقة فيه قد يكون البعض يصرح ويبي يحله لكن اليوم ما يبي يحله ولأسباب متعددة كل واحد عنده سبب في بعض أسباب قد يكون ما يصرح فيها لكنه فعلا قاعد يتحرك وفي جدة معينة وما يبي هالملفين حل لأن هالبدون قد يكونون مو من صالحة إذا يتجنسون اليوم نحن قاعد نصعد على معاناة ناس والبعض قد نكون يوم القيامة نتحاسب فيها أن اليوم قد يكون قصرنا أو كل معاناة قاعد يعانيها هذا البدون قد يكون إن شاء الله ما تشملنا قضية التخصير فيها الجانب ولا نحاسب والله يستر على الكويت في قضية هذا الظلم اللي قاعد يصير على هذه الفئة وعلى هالمجموعة ولليوم احنا يا بعض العزيز مرفاني السؤال لا بس هذا بس هذا أوضح هذه اليوم احنا هذين على الأقل نقدر نسوي لهم شيء خير موضوع التجنيس اليوم هذه الفئة موجودة عاداتها تقاليدها موجودة معانا بالكويت ومنها ما أخذ شهادات اليوم بدلا لا أروح أستقدم أجانب من بره خلا خليهم يتوظفون للوضع الأمني للوضع التجاني للوضع الاقتصادي حق البلد من صالحنا للبنية التحتية من صالحنا ليش أروح أستغل واعين هم يعني هم مستوعبين أنه هم اللي صالحهم حسب أنت قاعد تقول لتوظيفهم أو يعني إشراكهم في أنا قلت لك هذه أجندة وقاعد يستفيدون منها ومساومات قاعد يستقلونها في قضية المساومات داخل اليوم فعلا لقلب البلد وإحنا قدمنا قوانين في هذه أن تكون الأولوية لتعيين البدون ما تم الأخذ فيها ليه الحين المفروض يأي دورها وقال لك المجلس راح راح في وقت ما يدورها قال مفروض قدمنا مجموعة من الاقتراحات والقوانين في هالموضوع أنه يكون الأولوية لتعيين البدون اليوم أنا عندي بدون موجود وتعلم وتعالوا عايش معي بالبلد عاداته تقاليده أموره البنية التحتية وهو من ضمن أيضا قاعد يستخدم هذه البنية التحتية الموجودة في البلد بعض النواب ليش أروح أستخدم من بعض النواب بصراحة بحسين عشان بس نختمها من المحور ما كانوا أيضا يقفون إلى صف الحكومة ضدكم في مثل توجهات كم هذه في ناس صادقين وقاعد يوفقون مع هالقضية ضد ضد وفي ناس ضد وهالقانون ترى ما طلع باللي هذا اللي قاعد نقول عنه ما طلع بالأقل أربعة آلاف وبس من فئة البدون بتحرق من مجموعة من النواب وفي البعض قال أنا عندي ناس وعندي ناس من أهلي عندهم جنسيات ثانية بيجنسهم واللي تغير آخر شيء القانون من مجموعة من تأثير الحكومة ومعاهم مجموعة من النواب تغير من على الأقل أربعة آلاف إلى على أكثر أربعة آلاف ومن فئة بس البدون فتحت لحتة اللي عندهم جنسي خليجية أو جنسي أخرى أن يتجنسون للجنسية الكويتية اليوم احنا المشكلة عندنا مشكلة البدون يحطون لنا بالقانون أن اللي يتجنس مو إلا بدون شون بحل القضية وهذا واضح من البداية أنه ما يبون حلون القضية مثل ما أنت ذكر طيب خلنا نضع نقطة على هذا الموضوع اللي يبدون كل ما نفتحه نحط عليه نقطة ومستمر ومستمر إلى ما شاء الله الآن يرضي الله أمر أنك أنا مفعول موضوع اللي طائفية وإحنا في الدقائق الأخيرة بحسين في هذا اللقاء معاك إذا أبي أستحضر خطاب صاحب السمو أمير البلار قبل يومين أبي أستقطع جزء من كلام صاحب السمو لذكر فيه مشاعر تحدث عن مشاعر القلق إذا ما برز مؤخرا على ساحتنا من مظاهر هو مرسات مستنكرة في مجتمعنا تحمل نفسا طائفيا بغيظا من شأنه استدراج نار التعصب والتطرف وافتعال أسباب الفتنة المدمرة وهو ما يرفضه ويدينه كل كويت مخلص لوطنه ولن نسمح بأن تكون بلدنا ساحة للصراعات الطائفية وتصفية الحسابات المريضة ولن نسمح لإشواك الفتنة أن تبث سمومها في جزء مجتمعنا المتماسك كلام قوي واضح رسائل شديدة موجهة باتجاه معين إذا كيف تلقيت هذا المقطع تحديدا فعلا يعني دائما صاحب السموم قضية يتلمس فعلا المشاكل الموجودة في البلد قد يتلمسها وعنقر وواضح لقضية خطابه الأخير أنه قد يتلمس هذه وفعلا نحن في البحر قد يستقل هذا قضية موضوع الجامد الطائفي اللي هذا رح يحرق يحرق بلد وهذه مشكلة وأرجع على قضية نجاحنا في قضية مجلس الأمة في قضية الاستغرار اليوم منه اللي تصدح حق هذه الفتنة الطائفية الله الحمد قضية الأخوان في المجلس اللي فعلا هذين يمثلون الشعب الكويتي فعلا هذا المجلس اللي كان يمثل جميع الأطياف يمثل النفس الكويتي الحقيقي اللي خلال أكثر من ثلاثمائة سنة متعايش مع بعض ما عندهم هذي التفرقة ما عندهم هذا النفس ما عندهم هذا الطرح هذا المجلس حقيقة هو اللي كان يمثل الكويتيين هذا المجلس وهو اللي تصده لمثيري الفتنة واللي دائما نقول من أي طرف تطلع الفتنة لازم نفس الطرف يتصدون له وفعلا اليوم الاخوان في قضية مجلس الأمة والاخوان اللي تصدوا لحق هذا الموضوع ولهذه الثقافة اللي يديد علينا وعلى المجتمع الكويتي وصلت التقافة فينا أننا نتلذذ في قضية النحر اليوم هذي الواحد يتلذذ فيها تقافة دخيلة تعتبرها تقافة دخيلة ومؤصيلة على الشعب الكويتي هذه اليوم إن شاء الله مصيرها هذه اللي تنبذ وهذه اللي تطلع تنبذ من قبل من البعض تنبذ من أغلبية الكويتيين إن شاء الله طيب هذا الكلام قد يكون البعض اعتبره كلام جميل لكن يعني إحنا في النهاية مرجعتنا بالقانون في النهاية وفي دولة مؤسسات وفي دولة قانون المواطن خلينا نتكلم البعض يستشعر نوع من عدم الثقة في الحكومة إنها جادة في تطبيق القانون بحزم وبالتالي عدم تطبيقها القانون قاعد يجرأ الآخرين على مثل التصريحات اللي أنت تكتفها قبل شوية اختصار الجواب لأنه تقريبا شارفنا عنه احنا مشكلتنا مع قضية الحكومة الحكومة في الجلسة الماضية دفعناها الدفع في قضية التصريح في هالموضوع ونها تتصدد الحكومة كانت المفروض ايهي المبادرة في هالموضوع مو في مجلس الأمة لأنه ايهي المسؤولة عن الأمور التنفيذية وأمور الخلل اللي يصير بالبلد وأي مشاكل تصير المفروض ايهي أول من يتصدد لكن المجلس سبقها في هالموضوع ودائما المجلس يسبقها وهي آخر شيء صرحت ونأمل إن شاء الله تصريحها ما يصير نفسك المرضة يكون تصريحها تصريح حقيقي ونفسك المرضة إنه ماكو آخر شيء ما نشوفها عمل حقيقي حق هذا الموضوع تفق في الحكومة وكلها فعل حقيقي ما أتفق لأن التجارب السابقة اللي عندنا قد تكون هناك ما كان وقوف حقيقي على هذه المشاكل لو كانوا بطبقيد القانون بحذافيرة على أي واحد يشق الوحدة الوطنية والطائفية كان اليوم ما نشوف هالخطابات ما نشوف هالخطاب اللي مستهجن من الجميع طيب الوقت عندي انتهى وأكو سؤال مهم لازم أسألك يا وباجلي نص دقيقة بالضبط على الوقت راح تنزل الانتخابات المجلس يعني احنا بالنسبة لنا قضية الانتخابات يعني آخر شيء موجودين في الساحة ومتواصلين مع أهالي الدائرة موجود بالساحة تنزل الانتخابات ليه؟ أداء دوره وأداء رسالته للمجتمع الكويتي راح تشاركون بنزول مرشحين التحالف السلام الوطني في الانتخابات أكيد راح نشاركون بنزول مرشحين التحالف السلام الوطني ما أنت بتقول خليه اتخذ ونقعد واتخذ القرار ويفتح باب الترشيح وفي وقتها ولي كل حادث حديث كل شكر لك عضو المجلس المطلس سيد هاري شمس على حضورك إلى المرصة وعذرا إذا يعني ضايقناك في بعض الأسئلة على أمل أن نتقي معك مجدد الله أعطيك العافية وشاكل لك هذه الصدافة وحقيقة سعدنا معاكم هذا الإنسان المتميز حياك الله سلم لك شكر موصول لكم ومشاهدين الكرام وأوعدي معاكم يوم السبت ساعة عشر تعمى الله